المثال الأول بيقولي في الشكل المقابل إذا تغيرت كسافة الفيض المغناطيسي بي التي يقطع الملف مع الزمن كما هو موضح بالشكل المقابل انقروا الرسمة إلى كراسة الإجابة وعلى الرسم ارسم التغير في القوة الدفعة المستحصة المتولدة مع الزمن علما بأن الملف سابق والرسمة قدامي بالشكل ده أولاد وعايزني أرسم القوة الدفعة تحت في الخط طبعا أو الرسم البياني السوفلي ده طيب أرسمه إزاي طبعا لو أنا بصيت على الرسمة بتاعي خلاص ألاقي إن هو متقسم لأربع أجزاء الجزء الأول اللي هو دوت ده جزء واحد ده جزء اتنين ده جزء ثلاثة ده جزء أربعة المفروض إن أنا هاخد كل جزء الواحده أنقله في الرسمة السوفلية عندي فأنا طبعا يا أولاد زي ما اتفقنا أول حاجة ده خط مستقيم معنى كده ما فيش تغير في كسافة الفيد معنى كده ما فيش تغير في الفيد ما فيش قوة دفعة تتولد ساعتها هرسم الجزء ده منطبقا على محور السينات كما بالشكل طبعا ولي شبه الجزء ده برضو هرسمه منطبق على المحور لإن ما فيهوش إيه ما فيهوش تغير بينما الجزئين التانين اللي هو رقم اتنين ورقم تلاتة هم دول اللي هيولدوا قوة دفعة مستحس طب التغير هنا خط مستقيم ولا منحنة منحنة يبقى لازم القوة الدفعة إلا تتولد تبقى منحنة زيها طبعا عشان أرسمها زي ما اتفقنا أجي عند بداية المنحنة ونهاية المنحنة أخد المماس فأني عندي البداية أهي أخد المماس هنا واخد المماس هنا طبعا المماس بالشكل ده كده آه يبقى معنا كده المماس ميلو صفر يبقى القوة الدفعة صفر أجي على الجزء الأولاني بداية المنحنة بداية المنحنة المماس هنا زي ما انت شايف تسعين يبقى القوة الدفعة عظمى أرسمها فوق ولا أرسمها تحت تمام أشوفه والفت بيزيد ولا بيقل ومرسوم فين الفت بيزيد أو كسفت الفت بيزيد يبقى إذا القوة الدفعة لتتولد عكسية طب مرسومة في الجزء الموجب ولا في السالب مرسومة في الجزء الموجب يبقى القوة الدفعة مرسومة في الجزء السالب وبعد كده أروح موصل الرسمة بتاعتي بهذا الشكل بعد كده أجي على النقطة اللي في المنحنة التاني برضو أخد لها المماس ألاحظ أن المماس برضو تسعين معنى كده أن القوة الدفعة تبقى عظمى طب أرسمها فوق ولا تحت في الموجب ولا في السالب أبص على الفت الفت بتاعي بيقل يبقى لها تتولد ترضية طالما ترضية هي مرسومة في الموجب ولا في السالب مرسومة في الموجب يبقى القوة الدفعة هي كمان مرسومة في الموجب وبعد كده أرسم المنحنة بتاعي بهذا الشكل يبقى المنحنة اللي خارج بتاعي بالمنظر ده زي ما انتوا شايفين يا أولاد ده سؤال طبعا جيه في 2008 وكان مطلوب من الطالب أنه يرسمه بإيده بهذا الشكل تمام؟ يبقى ده طبعا فيه الخط المستقيم وكان فيه المنحنة اشتركوا في القناة